السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفاهم عام اليوم إن شاء الله سوف أريكم طريقة إيجاد نيتشات مربحة لكتبنا على أمازون كيديبي وذلك باعتماد على برنامج بوك بولت وهذا البرنامج قد تطرقت له في موضوع سابق سوف أضع لكم في وصف الفيديو لتعرفوا جميع المزايا التي يوفرها لنا هذا البرنامج قبل الفداية لا تنسى أخي دعا بالقناة والاشتراك اضغط على زر إعجاب وتفعيل الجرس لتصلك الفيديوهات مباشرة عند رفع الآن نبدأ على بركة الله فواجهة البرنامج تظهر على الشكل الآتي نذهب إلى product ثم مكان الكيورد نقوم بوضع كلمة التي نريد أن نبحث عنها فمثلا هنا اخترت birthday وحتى لا أطيل الفيديو قد قمت مسبقا بالبحث عن هذه الكلمة نختار نتبوك ثم هنا الشيرش ثم ستظهر لنا هذه المعلومات كلها هنا فهنا مثلا عدد نتائج البحث وهنا البس اير وهنا أقل ثمن تبع به الكتب في هذا النيتش وهنا أكبر ثمن وهنا الثمن المفضل أن ترفع به كتبا فهنا كما تشاهد معي أخي الكريم نجد تاريخ إصدار هذه الكتب دائما نذهب إلى الكتب التي أصدرت في سنة 2020 لأن الكتب الأولى التي تظهر لنا في سنة 2016-17-18-19 فهي كتب لها رنج كبير وجيد في أمازون ويصعب منافستها لذلك أخي الكريم يجب عليك أن تنافس دائما الكتب التي رفعت مؤخرا يعني سنة 2020 والتي حققت مبيعات كبيرة فهذه الكتب تكون لك القدرة على منافستها إما بالديزاين وكذلك بالكلمات المفتاحية التي وضعها البائع وبالتالي قد تستطيع جلب العديد من المبيعات فمثلا هنا أخي الكريم هذا الكتب أصدر في يناير 2020 وهنا عدد المبيعات تقريبا 206 مبيعات سوف أختاره كنيتش مربح وأقوم بالاحتفاظ به في القائمة التفطيلية التي يوفرها للبرنامج ثم أذهب وأبحث من جديد على الكتب الحديثة هنا مثلا كتاب لديه مبيعات جيدة 199 مبيعات وبسأر جيد جدا ثم أقوم بحفظه كذلك في فافورتي كذلك أو سبميت وأنتقل كذلك لأبحث عن المزيد من الكتب هذا كذلك في ماي 2020 لكن هذا الكتاب لم يحقق مبيعات كثيرة فقط مبيعتان فقط مبيعتان لذلك إن أردت أن تحتفظ بإحتفظ بإحتفظ بإن لم تريد فلا عليك إبحث عن الكتب التي تحقق مبيعات أكثر وهنا كذلك كتاب حديث لكن به مبيعات ضعيفة الأهم هو أنك تحتفظ بجميع الكتب التي يظهر لك أنها مربحة وتقوم بالإحتفظ بها في قائمة المفضلات لديك في البرنامج وننتظر الآن حتى تظهر لنا التحديثات كاملة هنا جانبا تظهر لي مجموعة من الكيورد short keyword هنا يعني الكلمات المفتحية قصيرة وهنا long keyword فهذه القائمة التي تظهر لنا الآن يمكننا الاستعانة بها فأنظر كلما كان الكلمة البسأر المقابل لها صغير إلا وكانت تحقق مبيعات كبيرة لذلك سوف أختار واحدة من هذه الكلمات كذلك مثلا هذه الكلمة وأقوم بفتحها في نفذة جديدة ونقوم بنفس العملية كذلك search وهنا سوف تظهر لنا مجموعة أخرى كبيرة من النيتشات أو الميكرو نيتشات التي تحقق مبيعات كبيرة على Amazon KDP فكما تشاهدون هنا إخواني هذا كتاب جيد جدا لأنه أصدر خلق تم رفع في أبريل 2020 وانظروا لعدد المبيعات التي حققها مئة وسبعة وسبعون مبيعات لذلك فهذا نيتش مربح جدا سوف أقوم بالإحتفاظ به في القائمة الخاصة به وهنا نذهب إلى الكتاب ونلقي عليه نظرة فكما يظهر لكم بأن محتوى هذا الكتاب محتوى سهل جدا يمكنك إنشاءه لوحدك عن طريق الذهب إلى القناة ثم قوائم التشغيل ستجد دورة Amazon KDP وستجد هنا تصميم محتوى لكتابنا في Amazon KDP مجانا عن طريق PowerPoint يعني هذا هو الدرس أو يمكنك تحميله عن طريق هذا البرنامج BookBolt الذي قمت بشرحه سابقا هذا هو الفيديو الخاص به كذلك تحميل محتوى جاهز بدون حقوق ملكية عن طريق BookBolt وستجد رابط هذه الفيديوهات في وصف الفيديو الذي أشرح لكم الآن فهذا يمكنك أخي أن تنافسه وتحاول تغيير قليلا على العنوان والاحتفاظ بالكلمة الأساسية وقبل رفعك للكتاب لابد أن تتأكد من هل هو ترادمارك كما نشاهد الآن لم تظهر أي نتيجة هنا إذن فهذه الكلمة ليست بـ ترادمارك وسأذهب إلى جوجل والتأكد كذلك من أن هذه الكلمة ليست عليها كوبيرايت أو حقوق ملكية عندما يظهر لك البحث بهذا الشكل ليست هناك أي شركة أو شيء يدل على أن هذه الكلمة هي خاصة بشخص ما أو بشركة ما لذلك فهي تعتبر كلمة عادية جدا يمكنك استعمالها في كتابك ولبن يريد التعمق أكثر في طريقة البحث عن ترادمارك وكذلك الكوبيرايت فلقد وضعت درسا سابقا ما عليك إلا الذهب إلى الوصف ومشاهدته أخي الكريم في الوصف أضع جميع الفيديوهات السابقة إلى هنا إخواني كان هذا هو درس اليوم أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو قليلا وأي تساؤل أو استفسار ضعوه لي في التعليقات سوف أجيبكم عليه إن شاء الله وإن تعذر علي الإجابة فما عليكم إلا محاولة الاتصال بي في الفيسبوك الخاص بي فأنا موجود رهناء إشارتكم وشكرا على المتابعة ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بجيم وتعليق حتى تحفزونا على بدل المجدد إن شاء الله